الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله تعالى تخيلوا معي عنوان هذا الخبر شيخ أمريكي يحقق الرقم القياسي وينال أعلى نسبة مشاهدات أو أعلى عدد للمستمعين في هذا الشهر طبعا أغلبكم سيستغرب وربما سيستنكر هذا الخبر فكيف لشيخ كيف لداعية أن ينال إعجاب الأمريكان وأن يعني يتفوق على نجوم الهوليوود وعلى كبار رجال أساسة وغير ذلك طيب دعونا من هذا الخبر تخيلوا معنا خبرا آخر شيخ عربي ينال أعلى نسبة مشاهدات أو يحقق الرقم القياسي للمشاهدات مثلا في مصر أو في الكويت أو في غير ذلك من البلاد العربية حتى هذا الخبر سيكون ثقيلا على الكثير منكم وسيستغربون هذا الخبر وسيتساءلون من هذا الشيخ فنحن تقريبا على الأقل خلال السنوات الماضية حتى من يسمون بدعاة المشاهير لم يبلغ درجة أن ينالوا إعجاب الجماهير أو أن ينالوا انتباه الجماهير إلى درجة يتفوقون فيها على نجوم الكرة وغير ذلك نحن اليوم سنتحدث عن شيخ أمريكي حقق الرقم القياسي في هذا الشهر في بداية هذه السنة ولكنه شيخ بالمعنى هنا يعني ما يسمونه إعلاميا برجال الدين يعني هو شيخهم وليس شيخنا نحن لأنه شيخ نصراني هو قسيس هو رجو دين نصراني فنبدأ الآن مع الخبر وإن شاء الله تعالى نتأمل فيه معا فهنا عندنا على موقع يهو نيوز الخبر يقول The Bible in a year is the most popular podcast in the US فهناك ما يسمى ببرامج البودكاست المتوفرة بالمجان غالبا على الإنترنت وعندنا برنامج Apple Podcast لشركة Apple هنا فالخبر يقول So far this year the most popular show on Apple's podcast app has been the Bible in a year produced by وهنا يذكرون اسم المؤسسة القائمة على إنتاج هذا البودكاست ثم بعد ذلك القسيس يعني شيخهم رجل الدين يقولون وهذا القسيس ما الذي يقوم به بالضبط في هذا البودكاست هل هو مثلا بودكاست للغناء أو للرقص يعني من منظور ديني مثلا لا هذا البودكاست كما يدل عليه اسمه The Bible in a year هدفه هو أن يسمع الأمريكان جميعا كتابهم المقدس ما يسمونه بالكتاب المقدس أو The Bible أن يستمع كل أمريكي إلى هذا الكتاب كاملا مع التعليق عليه خلال عام واحد فهو ينتج يعني بمعدل حلقة في كل يوم حلقة في كل يوم فكما يعني يفصلون هذا هنا Reading scripture aloud and exploring its historical context and theological meaning يعني طريقة من طرق ما نسميه نحن بتفسير القرآن فهو عندهم هذا يعني كأنه برنامج لتفسير البايبل فهذا طبعا يعني هذا الخبر خبر عجيب يعني في هذا الزمان الذي يعني يقول الناس فيه أنه زمان اللادينية وزمان الليبرالية وزمان الإلحاد ويقولون أن الإلحاد والليبرالية هي التي ستقفز بالإنسان وقفزت بالإنسان إلى يعني زمان التطور والحضارة والمدنية حسب ما يدعون طبعا وهذه أمريكا وهي يعني هي لافتة أو اللافتة الكبرى للحضارة الغربية المعاصرة التي يعظمها هؤلاء الناس فهذه أمريكا يعني عندهم رجل دين يحقق أعلى نسبة يعني أعلى نسبة مجتمعين في بداية السنة هنا على شركة مثل شركة أبل بودكاست أو يعني ما يسمونه بأبل بودكاست انترفيس فهذا هنا عندنا إخواني في الله عز وجل هذه صورة هذا القسيس فكما ترون هنا أول شيء يعني لم نسمع أن أحدا مثلا طالبه بأن يحلق لحيته حتى لا يخيف الناس حتى يصبح مثلا أكثر كيوت يعني أكثر قبولا عند شباب الجيل الجديد فهذا يعني لم يفعلونه معه وإنما يعني الرجل يعني أبقى على لحيته كما هي مع أن دينه أصلا لا يطالبه بالإبقاء على اللحية وليس عنده شيء اسمه سنة اللحية أو إعفاء اللحية كما عندنا في دين الله عز وجل فكما قلنا لكم يعني هذا حقيقة أمر عجيب سبحان الله لو تأمل فيه المسلمون لأن هذا الرجل حتى يعني حتى الإنسان يبلغ أن يعني يتفوق على من يكون حسب معايير القوم ليس حسب معاييري أنا شخصيا ولكن أنا طبعا هنا أستعمل المصطلحات الإعلامية عندهم قامات إعلامية ضخمة كبرى عندهم كنجوم الهوليوود عندهم مثلا بوزكاست شهير جدا يقوم عليه رجل معروف وهو اسمه جو روغن وهذا الرجل معروف جدا في مجال رياضة الأممي يعني الألعاب القتالية وعنده بوزكاست شهير جدا كان دائما يعني يحقق أعلى نسب المستمعين وغير ذلك وزيادة على هذا فهذا الرجل مثلا وهنا فقط أضرب مثلا واحدا وإلا فأمثرة كثيرة جدا يعني المنافسون لهذا القسيس كثر جدا ويعني أغلبهم يملكون الملايين من الدولارات وعندهم الشركات التي تمويلهم وغير ذلك لكن مثلا هذا الرجل كما قلت لكم جو روغن الذي هو شهير جدا في عالم البودكاست الأمريكي هذا الرجل استضاف تقريبا يعني عامة كبار نجوم الهوليوود وكبار رجال الساسة وأيضا رجال الإعلام ورجال التجارة والمشاهير وغير ذلك ورغم هذا نجد أن قسيسا رجل الدين أمريكي يفسر البايبل يفسر ما يسمونه هم بالكتاب المقدس وحديثه حديث ديني يأتي ويتفوق على هؤلاء كلهم فسبحان الله إن لم يكن في هذا رسالة فلا أدري يعني سبحان الله العظيم فهنا كما قلنا الأمر الأول يعني لم يستغربوا ولم يستنكروا على فكرة هذا الخبر منشور حتى على مواقع إعلامية مثلا في فرنسا وغير ذلك حتى دول علمانية أخرى ولم نسمع أن تلك وسائل الإعلام مثلا استنكرت هذا الأمر أو تخوفت أو قالت يعني نحن نرجع إلى زمان الظلمية أو غير ذلك لم يتكلموا بمثل هذا مما نسمعه عادة عندما يتعلق الأمر بأحد الدعاة الأمر الآخر كما قلنا لكم إخواني في الله عز وجل هذا الرجل هنا يعرض بودكاست موضوعه دراسة الكتاب المقدس من أوله إلى آخره فسبحان الله يعني هذا الرجل لم يقل له ولم يحدث نفسه مثلا بأن يبحث عن موضوع آخر كما يقال يعني أكثر قربا إلى مواضيع الساعة أو إلى الأمور التي تحبها أو التي يحبها الناس من أمور الله والترف وغير ذلك نجد مثلا وهذا أقوله يعني للأسف سبحان الله مع أننا لا نعمم ولكن من كثرة ضغوط الجماهير عندنا نحن كمسلمين من كثرة وجود من يضغط على الدعاة ويطالبهم بتجديد الخطاب الديني وغير ذلك تخيلوا أنه وصل الحال بالكثير من الدعاة في الغرب وفي أمريكا وفي غيرها ومنهم يعني دعاة يعني من المشاهير وبعضهم درس في الأزهر وفي الجامعات الإسلامية في المدينة وغير ذلك يعني أناس يعني يحملون علما قد ينفعون به المسلمين في فقه الكتاب وفقه السنة النبوية الشريفة ولكن نجد أن هؤلاء الدعاة الكثير منهم تحت ضغوط الجماهير والضغوط الإعلامية صاروا يتخوفون من طرح المواضيع الإسلامية المهمة العظيمة كالعقيدة كأمور الفقه كأمور مثلا التاريخ وغير ذلك فنجد مثلا تجدونها يعني مثلا من المواضيع المطروحة بكثرة في الغرب عند الكثير من الدعاة المشاهير على حسابات وعلى ما يقيمونه على الفيسبوك وغير ذلك أمور مثل العلاقات الجنسية في الإسلام مثلا الحب بين الرجل والمرأة في الإسلام أحدهم إن أحسن قليلا مثلا يحدثك عن كيف ترضي زوجتك ولكن لا تكاد تجد إلا نادرا الآن من مثلا يأخذ صورة من كتاب الله عز وجل فيعرض تفسيرها على المسلمين ليس لأنه يفقد العلم بذلك لا ولكن لأنه إما يتخوف من يعني الخوض في رسالة القرآن الحقيقية كما أنزلها الله سبحانه وتعالى أو أنه يجد أن يعني عوام المسلمين صار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يهمهم كثيرا يعني أتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الأحكام وفقه رسالة القرآن ويعني قصص الأنبياء عليه السلام وما فيها من العبر ويعني قصص الصيرة وما فيها من العبر وغير ذلك إلا بعض الأمور هكذا يعني ما يسمونه ببعض القصص العامة أو بعض يعني الأمور التي تكرر عادة التي يعني يحاولون من خلالها مثلا أن يقذفوا بين المسلمين مسألة مثلا القبول بالآخر والاندماج وغير ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في جنازة يهودي فهذه يعني عادة الأمور التي يبحث عنها الكثير من الناس للأسف أمر آخر إخواني في العز وجل أنا ذهبت فقط يعني من باب يعني حتى يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره فالإنسان قبل أن يحكم على شيء ما من المهم يعني أن يطلع عليه ولو ظاهرا يعني ولو على بعض مبادئ هذا الشيء فأنا ذهبت واستمعت قليلا إذا ها إلى هذا البودكاست الذي ينتجه هذا القسيس فوجدت أن طبيعة البودكاست أيضا مخالفة لأغلب برامج البودكاست وأن هذا البودكاست يتحدث فيه غالبا بنفسه يعني لا يوجد من يحاوره إنما هو كلام شخص واحد فقط وأنا أذكر كيف أن بعض الإخوة عندما أحيانا كنا ننتج هكذا بعض الحلقات الدعوية على اليوتيوب وغيرها مما يقترب من فكرة البودكاست كان بعض الإخوة يقول والله يا أخي مثلا لو جعلت هذا على طريقة الحوار لأن الناس تحب الحوار فالناس دائما ماذا بدل من أن تبحث عن أهمية الموضوع وأهمية المحتوى بأن المحتوى يتعلق بدين الله عز وجل وأن هذا الأمر ينفعنا في آخرتنا وأن نحن نحتاجه حتى نحقق عزا في الدنيا وحتى نحقق الفلاحة في الآخرة فالفقه والعلم يؤخذ كما هو يعني حتى لو كان هناك قصور في طريقة عرضه أو غير ذلك فهذا لا يمنع من أنني أنتفع بهذا العلم ولكن لا للأسف تجد الكثير من المسلمين يريد أن يشترط يا أخي نحن نريد حوار ويقول لك أريد مثلا هذه الحلقة أو هذا البودكاست أو غير ذلك يكون مثلا يعني أقصى حد ربع ساعة مثلين أو عشرين دقيق أريد شيء قصير أريد شيء خفيف كذا يريد ماذا لأن الأمر ليس أولوية عنده ليس أولوية عنده فلا يستغرب مسألة أخرى يا إخواني في الله عز وجل هذا الرجل كما قرأنا على الخبر إنما هو رجل دين عندهم عند الكاثوليك يعني رجل نصراني ولكن كاثوليك أنتم تعرفون أن الكاثوليك في أمريكا ليسوا أغلبية فقد حتى يسمونا لو نطبق هنا القواعد يعني قواعد نظرية حسب الأرقام قد نعتبرهم أقلية في أمريكا الكاثوليك مقارنة بالبروتستانت الأمر الأول الأمر الثاني الكاثوليك أقل التزاما وتعلقا بدينهم من البروتستانت فالبروتستانت والإنجليين وغير ذلك يعني عندهم تعلق وتعصب شديد جدا بدينهم أول شيء وعندهم أيضا إنفاق على دينهم وعلى دعوتهم وعندهم أموال طائلة جدا ومع هذا فهذا الرجل كاثوليكي فهو لا يخاطب هنا الشريحة الأعظم والأكبر من المجتمع الأمريكي ومع ذلك نرى سبحان الله كيف هذه النتيجة ولم نسمع أحدا قال عنه أن هذا مثلا رجل دين يتاجر بدينه أما الدعاة طبعا لا يخرج أحد من الدعاة ويرى شيئا من الرواج وغير ذلك إلا وخرج الخطاب الذي يقول لك هؤلاء يتاجرون بالدين وهؤلاء مشايخ يبحثون عن الدولار وعن الأموال وغير ذلك وقد تكون هذه التهمة صادقة في حق بعض الدعاة لكن نحن نتحدث الآن عن هذه التهمة العامة التي صار أعداء الإسلام من العلمانيين ومن أشباه العلمانيين أقصد بأشباه العلمانيين أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم متدينون مع أنهم يعني يبطنون البغضة لأهل الدين وللعلماء وللدعاة الصادقين وغير ذلك وأنا أجزم وأقول لكم بصراحة وبيقين أن هذا القسيس مثلا يعني حتى إن لم يكن أغنى رجل في أمريكا يقينا ولكنه أغنى من أي شيخ من المشايخ والدعاة المشهير حتى في أمريكا هذا أمر معروف جدا يعني حتى الآئمة في أمريكا وغير ذلك حتى من يعتبره المسلمون أن عنده مثلا والله المرتب عنده يعني عالي أو محترم فلا يمثل شيئا أمام ما يناله مثلا رجال الدين من اليهود ومن النصارى هناك في تلك البلاد ولكن للأسف نحن دائما يعني نحسن أن نهدم بيوتنا بأنفسنا وأن يعني نخرب بيوتنا بأنفسنا ونحن نتفرغ لمسألة كيف ندمر أنفسنا وكيف أنه لا يعني لا يظهر عندنا إنسان يكون عنده نوع من التفوق أو النجاح أو النفع للمسلمين حتى إن كان صالحا وصادقا ولم يثبت عليه خلاف ذلك فأنت ترى أن الناس دائما تأتي وتتهمه بأنه يطلب الشهرة أو يطلب الأموال أو غير ذلك بدل أن تعينه الناس على نشر دعوة الله سبحانه وتعالى طيب سؤال هنا يعني كما قلت لكم قرأت بعض المقالات التي تتعلق بذلك الخبر خبر ذلك البودكاست وفيها بعض المحاولات للتفسير لماذا كيف تفوق هذا البودكاست والكثير من تلك التفسيرات منطقي جدا وأنا أوافق عليها تماما فمن ذلك طبعا مسألة الوباء في الوقت الحالي الوباء هذا الذي أشغل العالم والذي يعني هز العالم وزلزل العالم وأنا قلت قبل سنة تقريبا عندما بدأ الوباء بالانتقال إلى أوروبا قبل أن يدخل أمريكا أصلا فذكرت في بعض الحلقات عندنا في الجامعة مع الشباب والحلقة نازلت يعني مسجلة وموجودة على اليوتيوب قلت لهم أن هذا الوباء إن استمر مثلا لسنتين أو ثلاث سنوات فإنه يعني سيتسبب في تراجع الليبرالية الفكر الليبرالي خاصة في الغرب وسيتسبب في رجوع الكنيسة دور الكنيسة ودور الخطاب الديني وسيرجع الغربيين إلى دينهم لأن هذه هي طبيعة البشر وطبعا الوقت لا يتسع لي بشرح لماذا المسألة الأخرى هي الإضطرابات الكبرى التي تمر بها أو يمر بها المجتمع الأمريكي في الوقت الحالي فهذا المجتمع يمر بتقلبات كبيرة جدا طيب قد تقولون فهذا تفسير منطقي فهذا يفسر لنا لماذا هؤلاء يعني صاروا مثلا يتمسكون أو يحبون أو ينتبهون إلى من يفسر لهم الكتاب المقدس ويحدثهم بالخطاب الديني وغير ذلك مرة أخرى إخواني في الله تعالى أنا أذكركم نحن نتحدث عن أمريكا يعني المجتمع الأمريكي هذا يعيش داخل إمبراطورية إعلامية ضخمة يعني الإنسان الأمريكي الفرد الأمريكي عندما يفتح هاتفه يريد أن يفكر إلى ماذا يستمع الآن الآن عندي نصف ساعة مثلا أنا ذاهب إلى العمل أو أنا أريد أن أستريح ما الذي أمامي فعندك الآن ماذا يعني بحار وأنهار من ماذا يعني لا تقريبا لا نهاية لها كد نقول من الله ومن القنوات والنتفليكس والغناء والرياضة والحلال والحرام وكل شيء فسبح الله أن يفرط أو أن يدعى الإنسان كل هذه الخيارات وينصب اهتمامه على بودكاست ديني يحدثه عن الدين في زمن يدعي الناس فيه أنه زمان انتصار اللادينية وانتشار اللادينية هذا أمر عجيب جدا هذا أمر عجيب جدا وإنما يدل على جهل أولئك الذين يقولون أن الدين قد انتهى دوره قد انتهى دوره نقصد هنا خاصة من العرب الذين يحدثون المسلمين فيقولون لهم أتركوا دينكم فالناس قد تركت دينها فارتقت وكان ذلك سببا في رقيها ولكن كما قلت لكم هذا التفسير الذي ذكرناه الآن مسألة الوباء مسألة الاضطرابات الاجتماعية قد يقول يا أخي طيب قد يقول قال أنت يا أخي أجبت على السؤال فلماذا تستغرب؟ هناك أسباب دفعت الناس الرجوع إلى دينهم وإلى الاهتمام بدينهم ولكن يا أخي الكريم المقصد هنا من هذا السؤال ومن هذا التدبر هذا التأمل هو أن نسأل أنفسنا سؤالا آخر هل المسلمون لم يتعرضوا لنفس الوباء مثلا؟ وهل يفتقد المسلمون ابتلاءات مثلا؟ واضطرابات في بلادهم؟ يعني ما هي البلاد؟ ما هي؟ هل توجد بلاد؟ وهل توجد أرض؟ وهل توجد مجتمعات في هذا الزمان؟ خاصة في العقدين الأخيرين في العشرين سنة تقريبا الأخير هل توجد بلاد من بلاد العالم؟ شهدت اضطرابات وابتلاءات وحروب وفتن ومحن أكثر من بلاد المسلمين؟ ومع ذلك نرى للأسف نسأل الله تعالى السلامة وأن يتوب على المسلمين جميعا يعني نرى أنه للأسف يعني شريحة كبيرة جدا من المسلمين إن لم تكن أغلبية الله تعالى أعلم لا أريد أن أتألع الله عز وجل ولكن لو قال هي أغلبية المسلمين ربما لما كذب في ذلك نرى أن هؤلاء الملايين من المسلمين لم يفهموا الرسالة ولم يتعضوا ولم يرجعوا إلى دينهم ولم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لم يرجعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى المساجد إذا أغلقت المساجد فأغلب الناس لا تبالي إذا فتحت المساجد فأغلب الناس أيضا لا نرها مثلا تقبل على بيوت الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم بعض التفسيرات تقول أن يعني مسألة مسألة البودكاست إذا رجعنا إلى مثال البودكاست هذا بعض التفسيرات يعني ترجع ذلك أيضا إلى بسألة إغلاق الكنائس بسبب الكورونا في أمريكا الكثير من الكنائس في بعض الولايات تم إغلاقها بسبب الكورونا مع ذلك على فكرة يعني لم يبلغ بهم الأمر إلى الإغلاق كما يعني كما فعلوا في بلاد المسلمين التساهل هذا في إغلاق المساجد بل حتى في يعني عندما بلغ الكورونا أشد أشده في أمريكا في الكثير من الولايات كانت الكنائس مفتوحة ولم تلزم الحكومة بإغلاق الكنائس في كل الولايات فهذا طبعا عندهم النظام الفيدرالي فهذا القرار عادة يرجع إلى إلى حكام كل ولاية فقد تختلف القرارات لكن كما قلنا لكم طيب حتى عندنا في بلاد المسلمين أغلقت المساجد فهذا رأينا مثلا الناس عندما أغلقت المساجد أقبلوا على اليوتيوب وأقبلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا يبحثون عن الدعاة يتابعونهم يتعلمون ندينهم لا للأسف يعني أغلب من الناس لا يبالي فتحت المساجد إذا أغلقت المساجد فهذا لا يغير شيئا في حياته لا زال مشغولا بفرق الكرة في أوروبا وما زال مشغولا بفيديوهات ومقاطع التفاهى وغير ذلك وكلكم يعرفوا الحالة للأسف وإن لله وإن إليه راجعون طيب هنا أختم بمسألة مهمة جدا وهي حقيقة المغزى والدرس الأكبر المبدأ الذي نتعلمه من هذا الخبر نحن هنا ندرس خبر ولكن ليس فقط مجرد دراسة الخبر وإنما عندنا هنا تأملات إخواني في الله عز وجل الإنسان لو أراد أن ينظر إلى الواقع بصدق إذا أراد أن ينظر إلى الواقع بصدق فالواقع يقول لنا هذا واقع لا ينكره إلى إنسان مكابر أو إنسان يعيش في كوكب آخر الواقع يقول لنا أن أقوى دولة وأقلى وأقوى وأقوى مجتمع من حيث القوة هنا نفرق القوي لا يعني أنه على حق لا يعني أنه صاحب خير نحن عندما نقول أقوى فهذا ليس ثناء على هذا القوي واضح ففرعون مثلا في زمن بني إسرائيل كان أقوى يعني كان أقوى منهم فأقوى دولة في هذا الزمن الذي نحن نعيش فيه خلال السنوات الماضية هو أمريكا يعني كل الناس يعرفون هذا الأمر بل أكثر من ذلك أمريكا تتحكم في بلاد المسلمين كلها لا يعني لا يكاد يشد عن ذلك شيء لا يكاد يشد عن ذلك شيء تقريبا كل بلاد المسلمين تحت حكم أمريكا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعني بعبارة أخرى نعرف هذا الكلام قد لا يعجب بعض الناس لأنه يعيش إما في يعني لا يعيش معنا لا يعيش في نفس العالم لا يدير ما الذي يحدث في هذا العالم أو أنه يكابر أعماه مثلا التعصب للوطنية أو لحاكمه أو غير ذلك فالبروباغندا الإعلامية الرسمية في بلاده جعلته يعني لا ينظر إلى الحقائق التي أمامها فأمريكا تتحكم في كل بلاد المسلمين إما بطريقة مباشرة أو بطريقة مغطاة أو شبه مغطاة عن طريق ما يسمى التحكم به بالوكالة بل أقول أكثر من ذلك أكثر من ذلك وهذا طبعا ليس ثناء على أمريكا لا أعظم أمريكا أعظم رب العالمين سبحانه وتعالى هذا مجرد توصيف الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم فالله سبحانه وتعالى ذكر قوة فرعون سلطانه وما كان عنده من الحكم يعني على الناس والعلو على الناس فهذا ليس من باب الثناء على فرعون نفس الشيء هنا عندنا نستطيع أن نقول بكل سهولة من غير مبالغة أن أمريكا خلال السنوات الماضية وربما حتى الآن في أغلب بلاد المسلمين إذا أرادت أن تفعل شيئا فلا يوجد من يرد إرادتها إلا الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى عندنا الله عز وجل هو الذي لا معقب لحكمه نحن نؤمن بأقدار الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين ليست أمريكا هي الرب وعلى فكرة أمريكا هذه العجيب فيها أن حكام أمريكا مع أنها يسمونها الدولة العظمى مع كل ما أوتيت من قوة وسلطان فلا تجدون أتحداكم أم تجدوا حاكما أمريكيا يسبوا الرب سبحانه وتعالى يسبوا الله سبحانه وتعالى أو مثلا يعني يقول لك أنا أقوى من الله تعالى الله وعن ذلك مثلا لا تجد يعني حكام أمريكا كلهم رؤساء أمريكا كلهم ورجال الساسة كبار رجال الساسة وغير كلهم تجدوهم ماذا في كلامه أقول هنا لا أحد هنا يفهم أن هؤلاء مثلا أهل إيمان وأهل صلاح وأهل توحيد لا يعني حتى قريش مشركون قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من كلامهم ثناء على الله سبحانه وتعالى وأحيانا كلمات فيها تعظيم لله عز وجل مع ذلك هم مشركون يعني هم مخلدون في نار جهنم يعني من مات منهم على شركه ولم يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام فمات على دين الجاهلية فنفس الشيء لو أي واحد يعرف ثقافة أمريكية وتاريخ أمريكي يعرف حتى التاريخ المعاصر هذا لا يوجد رئيس ولا يوجد حاكم وإنسان قوي وحتى رجال شرطة وغير ذلك تجد كلهم ماذا يثنون على يقول لك الرب هو الذي ساعدني ولكن ماذا هم طبعا لم يلتزموا لا يلتزمون بدين الله عز وجل الذي هو دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا التعظيم للرب في بعض كلامهم هذا لا ينفعهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى ولكن هم يعتقدون أنهم خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويؤيدهم وينصرهم وغير ذلك فقارنوا بين هذا الواقع وبين حكام العرب الذين إما الحكام يعني ما يقال الرئيسة وغير ذلك أو يعني نوابه من رجال الأمن وغير ذلك وما يصدر منهم من سب لله سبحانه وتعالى واستهزاء برب العالمين سبحانه وتعالى وبعضهم يعني يدعي الربوبية والإلهية وهذا أمر لا يخفى على من يعرف حال بلاد المسلمين أو الكثير منها على الأقل فإخواني في الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم نحن الآن لو رجعنا وتأملنا ما هو سر قوة هذه الدولة كيف تحكمت كيف يعني كيف يعني الكثير من الناس يعني يفتن بمثل هذه الأمور ويوجد يقينا يوجد من كفر ومن ألحد ومن خرج من دين الإسلام لأنه يقول والله نحن ندعو الله عز وجل وندعو ربنا بالنصر وغير ذلك من سنوات ولكن انظر الله عز وجل لم ينصرنا بل نصرهم هم وهم أقوى أقوى منا وهم قد قهرون وأذلون وغير ذلك فيقول لك إذن دينهم ودين الحق ولكن ما لا يلتفت إلي هؤلاء وما لا يدركه هؤلاء أن هناك قاعدة في الحياة واستمعوا إلى هذه القاعدة جيدا ويعني افهموها جيدا حتى لا يساء فهم كلامي فيفهم بطريقة خاطئة هناك قاعدة في الحياة صاحب العقيدة القوية لا أقصد العقيدة القوية يعني في ذاتها قوية يعني إنسان إذا كان يحملها بقوة يعني قد تكون العقيدة عقيدة باطلة عقيدة باطلة ليست مبنية لا على حق هي باطل وليست مبنية على يقين يعني صاحبها لا يعتقدها من باب اليقين سببها ومن شأها والذي يغذيها ليس هو اليقين ورؤية الحق ورؤية الأدلة وإنما مثلا التقليد الأعمى أو ربما التعصب ولكن عقيدته قوية يعني تمسكه بتلك العقيدة قوي جدا فهذا يغلب صاحب العقيدة الصحيحة الذي تكون العقيدة في قلبه ضعيفة يعني إنسان يملك عقيدة باطلة ولكن اعتقاده قوي تمسكه شديد جدا بهذه العقيدة لا يلعب لا يعني لا لا يناقش ولا يفاوض وعندك إنسان آخر عنده عقيدة هي حق من حيث أنها عقيدة هي الحق إن الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام الإسلام هو الحق فهذا أمر لا شك فيه وأي واحد يدعي الإسلام يقول لك أنا مستمع يقول لك الإسلام هو الحق ولكن تمسكه بهذا الحق بهذه العقيدة تمسك ضعيف جدا فأنت لا تجد أمريكي مثلا يقول لك لا تكد تجد هذا أمريكي مثلا يقول لك أنا عندي شك في عقيدتي مثلا عقيدتي فأريد مثلا أريد ليس شك يعني أريد أن أعرف لا يقول لك والله أنا أحتاج عن طريقة للرد على الشبهات مثلا وكيف أدافع عن أمريكا وعن هويتي أمام العالم مثلا لا تجد أحد يتكلم بمثل هذه الطريقة ولكن كم مسلم عنده ضعف وعنده شعور بالدونية ويعني يؤمن بالإسلام ولكن يعني في قلبه حرج من الكثير من الأحكام في دين الله عز وجل والكثير من الآيات في القرآن الكريم ويقول لك نعم ولكن القرآن يا أخي نحن نقرأه في رمضان وغير ذلك وفي صلاة تراويح ولكن يصلي وراء الإمام حتى يأخذ الأجر ولكن إذا بدأت تفسر له القرآن الكريم وتقول هذه أحكام الله عز وجل فربما ينزعج يقول لك يا أخي ولكن احذر أنت تشوي صورة الإسلام وأنت كذا فماذا عنده شعور بالدونية عنده خوف عنده تردد في هذه العقيدة هذا الإنسان إن نفعته هذه العقيدة في الآخرة أقول إن نفعته يعني حتى إن كانت ضعيفة ولكن إن كان مبناها إن كانت مبنية على التوحيد فجاءت هنا الأدلة طبعا في فضل التوحيد في الآخرة فلعلها تنفعه يوم من الظهر في الآخرة وهنا لا أريد أن أدخل في مسألة الإيمان وغير ذلك كما يعرف ذلك طلبة العلم ولكن في الدنيا لا تنفعه لماذا لأن تمسكه كان تمسكا ضعيفا فلا تستغربوا بعد ذلك أن يصبح هذا الشعب الذي عقيدته باطلة عقيدة كفر عقيدة يعني عقيدة عقيدة مخالفة لتوحيد الله عز وجل ولما جاء في صورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد شعب لم يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن في نفس الوقت هذا الشعب عنده ماذا هذا المجتمع عنده تمسك قوي جدا بعقيدته وعنده شعور بالاستعلاء على بقية الأمم ولا يستحي من ذلك هم يعتقدون هذا ويصرحون بذلك أنهم ماذا هم الأعلون هم فوق غيرهم من الأمم فعندهم عزة واعتزاز بدينهم وبهويتهم وغير ذلك فطبعا إذا كان الخصم في الجانب الآخر يملك دين الإسلام ويملك القرآن ويملك السنة ولكن في قلبه حرج من ذلك كله لا يستشعر العزة هذه بل يحتاج دائما يسعى في إرضاء غيره من الأمم وهكذا وعنده من الخلافات في الداخل وعنده فطبعا ماذا صاحب الباطل هنا سيعلو على صاحب الحق لأن صاحب الحق لم يتمسك بالحق طبعا هنا استثني أولئك المؤمنين الصادقين هناك دائما طائفة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي طائفة الإيمان من عباد الله عز وجل الصادقين كثرت أم قلت فهؤلاء موجودون دائما وهؤلاء لا يضرهم لا ضعفهم ولا استعلاء وغيرهم من الأمم على عليهم ولا غير ذلك فهؤلاء الله سبحانه وتعالى ينصرهم في الدنيا والآخرة ولكن هؤلاء كما قلنا كما وصف الله سبحانه وتعالى قليل من الأولين وقليل من الآخرين فلا تظن يا أخي أن كل إنسان يعني يقول أنه مسلم أو يدعي أو يعني ينتسب إلى دين الإسلام أنه صاحب عقيدة قوية جدا فنحن نرى في هذه الأيام من يعني ينتسب إلى دين الإسلام ولكنه يعني لأدنى شيء يخيفه ولو هكذا أمر يعني أمر يؤذيه قليلا في حياته في بعض الأمور يعني الكمالية في هذه الحياة فتجده يعني مشتعد أن يضحي بالكثير من أمور دينه ومن أمور آخرته عياذا بالله سبحانه وتعالى أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون يعني هذه الحلقة حلقة نافعة ومرة أخرى أريد أن أؤكد هنا أنه ليس مقصودي أن أثني على دين الأمريكان ونصح ديناهم معاذ الله عز وجل وإنما كان كلامي إن شاء الله تعالى واضحا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم المسلمين لكل خير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة